بلاطس على فكرة يعني يمكن دعت عليه ام والله يساعده انه حتى يكون والي في اليهودية ولا اي انسان ولا اي والي بتمنى انه يكون حاكم على اليهودية فسمعتها معروفة انا عاوز بس اعطيكو فكرة انه المسيح وقف امام من؟ امام من الديان الله الظاهر في الجسد اللي راح يدين كل البشرية خايل وقف امام حنان قيافة سنهدريم وقف امام بلاطس وقف امام هيرودوس انتيباس خلينا ابتد في بلاطس ثورات ومعارضات ودايما فيها مشاكل كثيرة فيمكن كل والي بيحلم يكون في سوريا في اسيا الصغرى في تركيا اليوم في اليونان لان في كتير مقاطعات الامبراطورية الرومنية بيحلم يكون في شمال افريقيا كلها مناطق كانت امنة في تلك الايام ولكن دعت عليه امه وصفه في الاراضي المقدسة والي اليهودية بلاطس احباء عشان يصل لهذا المنصب اكيد عنده واسطة بس مش بس عنده واسطة بكون قائد على ستلاف جندي يعني بالعربي بكون قتل الاف من الناس وحتى يصل لمناسب ويعين والي بكون على الاقل قاتله مش اقل من تلات تلاف شخص وماخد مواقع جديدة لحساب الامبراطورية الرومنية شخصيته فزي شرسي مرته كانت اكتر متسامحة بس كانت بتحبه على اي حال انه بلاطس حكم اليهودية من سنة 26 ل36 ميلادي واول ما دخل من اولها ما زبطش اول ما دخل فات هو الجيش الروماني حطين النصر الروماني ووصل لعند الهيكل وطبعا فيه بروتوكول معروف من اغسطس قيصر انه فيه نوع من التسامح الديني وانه اليهود كانوا يمارسوا العبادة في الهيكل فطبعا قامت القيامة والنتيجة اشتكوا عليه على بلاطس فطبعا هاي محطوطة في سجل اسود لبيلاطس مشان هيك بلاطس كان بيتربص لليهود واليهود بيتربصوا لبيلاطس فاي حالة كمان الحادسة التانية مذكورة في لوقة 13 عم بيعمل انشاءات معمارية بيوسع طبعا واصلاحات لقنوات المياه اللي على الارجح بيجيبوها من بيت لحم وبتصل لعند طبعا سلوام وهناك طبعا بيبنوا اكو داكتس وبيبنوا ابراج تتذكر يسوع حكي عن برج سلوام حتى يدخلوا المي لكن شو عمل بتحايل بحيلة بلاطس فات متخفي هو والجيش واخدوا الخزائن اللي فيها المصاري اللي فيها الفلوس فطبعا اعتردوا مين اللي اعترد؟ الثوار اللي هم الجليليين فطبعا على طول طالوا السيوف وابتدأوا يقتلوا الثوار الجليليين واختلطت دمائهم بذبائحهم فطبعا ها كمان نقطة سودة فخلي بالك لما جايين يحاكموا يسوع المسيح يعني عم برغموا بلاطس لانه خلاص صار يعني صيته مش كل القد بلاطس حبائك كان شرس والوالي طبعا لازم يكون في قساري على البحر الابيض المتوسط واكتشفوا حجر لبلاطس وهذا بدل على مصداقية الكتاب المقدس والحفريات مكتوب عليه بلاطس البنطي والي اليهودية على كل حال بلاطس أحبائي في سنة 36 ميلادي طرد من وظيفته وانتحر ويقال انه زوجته كلوديا آمنت بالرب يسوع وكان بيتها مفتوح للخدمة المسيحية هاي شخصية بلاطس فانا عاوزك تتخيل لما جابوا يسوع المسيح لبلاطس عم بقولوله ليس لنا ملك إلا قيصر يعني انت لو رفضت خلاص مصيرك انتهى وهو يعني كرهان هؤلاء القيادات مش لأنه يعني بده يساير يسوع ما عندهش مسايرة لكن أحبائي للأسف هذا اللي صار ولكن كله حتى تم مشيئة ومشورة الله